السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي المشاهدين أعزائي المتابعين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وفيديو جديد أصدقائي رجالنا لكم من جديد إن شاء الله سوف نعطيكم تردد للقناة الكيب الفرنسية فالقناة أصدقائي توجد على القناة الجيسة خمسة وهي تشغل بالنظام الملتستريم فطرق سيكون الجهاز ذلك أصدقائي يدعم الملتستريم لا تريد تلتقط أصدقائي هذه القناة وكذلك القناة الفرنسية ترجمة نانسية أصدقائي أهلا وسهلا بكم فنا نتوجد على رسيطورنا كما أشهد فأول حجرة ستضغط على المنون ثم سأذهب تركيب ثم سأذهب إعدادات الهوائي نضغط على زد فكما أشهد أختي فأنا حاليا سأضغط قمال ايتيسات خمسة بأعلى إشارة سأذهب أصدقائي تردد نضغط لحضر الخانة على أصدقائي الثانية فأظهروا معنا أصدقائي هذه بالألوان ستغلب على إضافة كما تشهدوا معي إضافة أو إضافة تردد بالنسبة لديه باللغة الفرنسية غير قاية أشوتي لديه باللغة الإنجليزية غير قاية أديدي فأنا عندي باللغة الأحمر تقدر أن تكون لديك باللغة أخر سأذهب الريموت كونترو ديالك وضغط على اللغة الأحمر سأذهب معك هذا الطابل و هذا الخطي اللي سأدخله في الفريقونس ديالنا اللي هو 12 الألف والسمية والثمينة وربعين القطبية أصدقائي ستكون عمودة حفظي الترميس الأصدقائي سيكون 29 ألف و خمسمية 28 ألف و خمسمية سأذهب مع المزدح الخطاء أصدقائي سأخذ تلقائي أطر نعال لكم تردد 12 الألف والسمية القطبية اصدقائي ستكون عمودة حرف V ترميز سيكون 29500. مع متسحي الخطاء اصدقائي سيكون تلقائي. من بعد نضغط على اوكي. نضغط الفريقونس ديالنا الخوتي اللي يضفنها الجهاز ديالنا. فضروا يصدر معك الاشارة اصدقائي كما كتشاهدوا معي فانا دهارة معي 92. يعني يمتخد القمر ايتي سات 5 بأعلى ايشارة. فانهبطو اصدقائي الى الخيال الاخير غتلقى بدء البحث. هنا اخوتي غردوها. كما شاهدتوا معي تردد. اللي عنده باللغة الفرنسية غيرلقى وتضغط على اوكي. لاش هاد الخيال اصدقائي فقط باش يبحت لنا. غيف تردد ديالنا. بيبحت لنا شو تردد ديالنا. هنا بحث في شباكة غتقول له الله. هاتوري حد في البرامج الحاضرة غتقول له الله. لان اصدقائي هنا فيس دخل الفريقونس. انتظروا قد تنزل معنا اصدقائي قناة الكيب وبعض القنوات الفرنسية هنا. ننتظر اصدقائي. هيا اصدقائي كما شو. ار امسي ستوري. قناة سي ويت بي اف. فهما القنوات اصدقائي اللي تنزلوا معنا على هاد الفريقونس هذا. خوتي فهذا هو تردو صاحب ديال القناة الكيب الفرنسية على القمال ايتي سات خمسة. اصدقائي وصلنا النهاية ديال الحلقة ديالنا. ما تنساش تشارك في القناة وتفعيل الجرس وكذاك اعجاب بالفيديو. لا كنت تشاهد الفيديو هذا من الصفحة ديالنا. ما تنساش اصدقائي ديالنا واحد المتابعة واحد اللايك. وخلينا الرأي ديالك في كومنتر. خط الله فرصكم وانتظرنا في فيديو جديد.